بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي وولاد الغالين عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير يلا بينا هنكمل النهاردة في يونيت 1 كونسبت 1 part 4 كمينيكيشن أند اينفورميشن ترانسفر التواصل ونقل المعلومات وهنكمل مع بعض في لسم 4 اكتيفدي 10 how animals use communication systems يعني كيفية أو طريقة استخدام الحيوانات لأنظمة التواصل how animals use communication systems احنا عرفنا في الدرس اللي فات ازاي الإنسان استخدم الcommunication systems صحة ولا لأ النهاردة بقى في الدرس ده هنعرف how animals use communication systems ببنا يعني المبدع في خلقه جعل في الحيوانات communication systems وهنعرف دلوقتي ازاي طيب ايه التارجد بتاعي في الدرس ده التارجد بتاعي الهدف تمام؟ ان انا اعرف ازاي زي ما اقولتلكو how animals use communication systems تمام؟ طيب ايه الغرض بقى من ان انا اعرف ده؟ ان اقارن بين أنظمة التواصل اللي الإنسان استخدمها وأنظمة التواصل اللي الحيوان بيستخدمها you have known from the previous activity that humans use technology systems انت عرفت من الدرس اللي قبل كده ان الإنسان ربنا أنعم عليه بنعمة التكنولوجيا تمام؟ وكان عنده أجهزة إلكترونية كتير سهلت عليه حاجات كتير جدا 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 تمام؟ طيب الأجهزة الإلكترونية دي وايه؟ استخدام الايه؟ الأجهزة تمام؟ وايه؟ استخدام أنظمة التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها بنستخدمها ليه؟ to communicate with each other تمام؟ يلا بينا نقول animals don't use technology systems بيقول لي أن الحيوانات ما عندهاش أي أنظمة تكنولوجية تمام؟ as we do زي ما احنا بنعمل هنلاحظوا كده أن في الصورة الأولينية في سيدة قاعدة وقدامها اللاب توب بتاعها وحطر في ودنها الهيد فون كلام جميل وفي الصورة التانية هنلاقي أن فيه مجموعة من النمل البسيط تمام؟ بيحاول أنه هو ينقل حاجة من الغزاء بتاعه تمام؟ وهنشوف إزاي النمل بيعمل الكلام با يبقى عندنا دلوقتي animals don't use technology systems as we do الحيوانات ما عندهاش أنظمة تكنولوجيا زي عندنا أحنا البشر but they can still use other systems to communicate with each other ولكن هم ما زالوا بيستخدموا أنظمة تواصل أخرى بينهم وبين بعض we will study ants as an example of these animals هندرس بقى دلوقتي النمل كمثال لهذه الحيوانات يلا ants النمل قبل ما نبدأ نتكلم عن النمل هسأل سؤال وبعد كده هنجاوبه بعد ما نخلص الكلام بتاعنا عن النمل هسأل سؤال أل تستطيع التفكير في أي حسة يستخدمها النمل للتواصل إيه هي الحسة اللي النمل بيستخدمها عشان يتواصل مع بعضه البعض يلا بينا نقول ants ونشوف شوية المعلومات اللي هنعرفهم عن ants بيقول لي هنا ants leaving colonis يعني بيقول لي يعيش النمل في مستعمرات that contain حيث تضم thousands of individuals بتضم آلاف الأفراد منين من النمل المعلومة التانية groups of ants within a colony مجموعات النمل داخل المستعمرة بتعمل ايه have different rules يعني كل مجموعة لها دور محدد بتقوم بي where they have developed the systems that help them يعني النمل أنشأ الأنظمة الخاصة به اللي بتساعده على ايه that help them حيث تساعدهم بتساعد النمل divide their work among themselves يعني الأنظمة اللي هم أنشأوها ديت بتساعدهم ان هم يقسموا الشغل بينهم وبين بعض لذلك هنشوف النمل متقسم لجروبات زي ايه تمام تمام أول جروب عندي اللي هو النيرس أنتس اللي هو النمل العامل طيب عندي تاني جروب اللي هو السكوت أنتس النمل الكشاف اللي هو النمل المجند يلا بينا نقول how do groups of ants communicate with each other إزاي مجموعات النمل بتتواصل مع بعضها البعض وده طبعا هيردلي على السؤال اللي أنا سألته لحضراتكم هل تستطيع التفكير في أي حاج سيستخدمه النمل للتواصل يلا نبدأ نقول نمبر وان يعني لما الأكل بتاع النمل يقل إيه اللي بيحصل نيرس أنتس النمل العامل سند سترونج سميلي ميسجز النمل العامل يرسل رائحة قوية جدا كرسالة توس قط أنتس لمين اللي النمل الكشاف اللي هو بيطلع يستكشف أماكن الغذاء which are responsible for locating food اللي هو بيطلع يستكشف أماكن وجود الغذاء والطعام نمبر تو تمام بعد بقى ما اللي هو يطلع ويدور على مكان للأكل بتاع النمل كده كله تمام أول ما بيعصر على يعني لو حضراتكو كده مثلا زر سكر مرمية في أي مكان ولا في شوية يعني حاجة بسيطة كده من الطعام يعني وقعت من أي طفل كده في أي مكان على طول اللي بيحصل بتطلع النملة اللي هي الكشفية اللي هو السكوت أنت بيطلع يستكشف كده ويشوف مكان الأكل ده فين وبيروح جاي باعد رسالة باستخدام الروائح علشان ينبه ويقول ويخبر المكان مليان أكل يلا بينا تمام طيب في عندي نود بتقول النملة النملة المجند يعني إن من المجند كمان يوصل رسائل ذات رائحة لكي يتواصل مع ال امتا الكلام ده بيحصل لو في حالة وجود خطر قريب منهم بيبدأ إنه يرسل هذه الرسالة ذات الرائحة علشان يحذرهم ويقول لهم خدوا بالكم في خطر جاي علينا كلام جميل يلا نلخص الدرس الجميل ده اللي خلص بسرعة مننا قبل ما ندخل على check your understanding يلا الدرس ده ايه التارجت بتاعه ايه الهدف منه how animals use communication systems ازاي الحيوان بيستخدم أنظمة التواصل طيب أنا عرفت إن البشر عندهم ايه عندهم technology systems عندهم ايه عندهم أنظمة technology بيستفيدوا ومنها اللي هو التيفي ومنها satellites ومنها كل الحاجات التكنولوجيا اللي موجودة حوالينا بس في نفس الوقت animals don't use technology systems الحيوانات ما عندهاش أنظمة تكنولوجية as we do زي ما عندنا ولكن still use other systems to communicate with each other ولكن الخلاء المبدع سبحانه وتعالى معلمها إزاي إن هي تستخدم أنظمة التواصل خاصة بيها وعلى سبيل المثال هندرس الانت النامل الانت عرفت إن هو بيعيش في مستعمرات ants living colonies that contain thousands of individuals بيعيش في مستعمرات تضم آلاف الأفراد groups of ants within a colony مجموعات النامل اللي موجودة في المستعمرة have different rules بتؤدي أدوار مختلفة ووظائف مختلفة where they have developed systems حيث أنشأت النظام النظام ده بيساعدها على إيه بيساعدها divide their work among themselves إن هو تمام بيساعدها إن هو بيخليها تقدر إن هي تقسم وتنظم العمل بينها وبين بعضها لذلك النمل بينقسم إلى أقسام منها nurse ants منها scott ants منها soldier ants يعني النمل العامل النمل الكشاف النمل المجند يلا ندخل ونقول how do groups of ants communicators each other إزاي مجموعة من النمل بتتواصل مع بعضها البعض كلام سهل وبسيط وجميل number one when the food is low أول مخزون الطعام يقل على طول nurse ants النمل العامل send strong smelly message بيبدأ يروح جاي باعت رسالة ريحيتها قوية جدا جدا بيبعتها المين to scott ants ليه النمل مين الكشاف وتقول له يلا اطلع دور لنا على الأكل which are responsible for locating food اللي هو بيبقى مسؤول عن مهمة البحث وإيجاد مكان الطعام اللي هما بعد كده هيروحوا علشان يجبوه number two the scott ants النمل الكشاف respond by أول ما بيلاقي المكان بتاع الأكل بيعمل ايه بيروح جاي هو كمان send a smelly message to alert the ants where to find the food بيبعت رسالة هو كمان تمام بيقول فيها للأذر أنتس تعالوا مكان الأكل موجود في المكان الفلاني ولا ننسى the soldier ants النمل المجند also use smelly message هو كمان بيستخدم the smelly message to communicate if there is danger nearby لو في حالة وجود خطر بيقرب من النمل على طول اللي هو soldier ants النمل المجند بيبدأ برضو يطلق رسائل فيها روايح بيفهموا منها خدوا بالكم في خطر جاي عليكم يلا نجاوب على السؤال بقى بتاعنا هل تستطيع التفكير في أي حاسة يستخدموا هالنمل للتواصل برافو عليكم هي smell sense حاسة الشم يبقى إذا كنت أنا عرفت إن الهوني بيز كان بيستخدم sight sense كان بيشوف الحركات بتاعة اللي هي dancing pee تمام بتاعة النحلة الرقصة لا ده هنا النمل بيستخدم smell sense بيبدأ إنه هو يشم الرسائل اللي جياله تمام اللي بتبقى عبارة عن روايح check your understanding complete when the food is low لما المخزون الاستراتيجي بتاع الأكل بيقل ايه اللي بيحصل nurse ants send strong smelly message بتيجي اللي ايه النمل العامل بيروح جاي يباعد رسالة ذات رائحة قوية جدا جدا لمين to scott ants ليه النمل الكشفي أو النمل الكشاف which are responsible for locating food اللي هو بيبقى مسؤول عن تحديد مكان الطعام اللي هم هيروح ينقلوه number two the soldier ants النمل المجند the soldier ants النمل المجند use smelly messages if there is danger nearby بيقول لي إن النمل المجند بيستخدم برضو رسائل ذات روائح بيحذر بيها بقية النمل لو في خطر بيقرب منهم وإلى هنا نكون أنهينا مع بعض بفضل الله activity ten اللي هو بيكون نهاية listen four وزي ما احنا متعودين في نهاية كل فيديو بنقول ايه share في الخير فالدال على الخير كفاعله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم